هل يا أستاذ محمد هل لو أنا كتبت ورقة فيها أحلامي وبيقولك الأمر العربي لما يكون مكتمل وان ما عرفش إيه هل الكلام ده حقيقي ولا خرافات إحنا جنننا الناس عملا تكتب في ورقة وفيش أي فلوس بتيجي خالص فيش أي حاجة بتيجي في حاجة اسمها التوكيدات الإيجابية أيوة التوكيدات برد يعني لما حاجة بتقولي بنكتب الهدف ده إحنا لما بنيجي نعلم الناس التقنية دي ويقوله إزاي أن أنت تشتغل له في أتراكشن بقوله أن أنت لازم تكتب ده ويا سلام لو في ورقة لونها أصفر فاتح طاقة الألوان كمان بتلعب دور بالمناسبة تكتب عليها بألم لون وأحمر الأهداف اللي أنت عايزت توصلها في هنتات يعني في كلام مختصر كده ويكون واضحة ومحددة دي بنكررها لمدة 21 يوم يعني كل يوم قبل ما ينام كده أنت دلوقتي هتقولي وصفة لجلب السعادة جلب الرزق الفلوس جلب الجواز البنت اللي نفسها تتجوز يعني كل حاجة نفسنا فيها حددي بالضبط التارجت اللي أنت عايزاه ويبقى عندك يقين كامل أنه هيحصل وحطيه الوقت زي ما اتفقنا تب أكتب إيه في الورقة بقاقولي هكتب في الورقة التارجت بتاعي ما إحنا على سبيل المثال بقلنا كتير في جذب مال في كذب سعا أيا كان المهم أن أنا هكتب الأهداف دي في ورقة صغيرة بقلم لونه أحمر خلاص دلوقتي الوصفة يا جماعة ركزوا دلوقتي ورقة لونها أصفر ورقة لونها أصفر فاتح وهنكتب عليها بقلم أحمر بقلم لونه أحمر دلوقتي أنا مثلا عايزة فلوس أكتب إيه مال؟ ولا أكتب فلوس؟ ولا أكتب إيه؟ هكتب الحاجات اللي أنا حققها لما يبقى معي الفلوس يعني هركب عربية كذا هجيب الفلا الفلانية لو أنا عايز يبقى معي راقم معين يعني هقول مثلا آخر 24 أنا هكون عملت مثلا 100 ألف دولار مثلا لازم أحدد لنفس الراقم هكتب ده في الورقة يعني أكتب حتى تحديد الوقت ده في الورقة هكتب تحديد الوقت في الورقة تمام وبعدين؟ وطبعا الورقة دي بنعمل حاجة اسمها توكيد إيجابي يعني إيه؟ العلماء قالوا لنا لو فضلت اتكرر الرسالة الإيجابية دي لمدة 21 يوم أنت بتبرمج عليه عقلك الباطن يعني بتخلي كأن عقلك ده عبارة عن كمبيوتر كده بينفز لك كل الوردرات اللي أنت قلتها له وبيبرمج كل طاقتك وكل شغفك وكل قراراتك على هذا الشيء عشان كده دايما حتى لما الناس بتتعالج من الإدمان الناس اللي بيبقى في حالة تعلق مرضي بشخص أو بمخدر أو لو عدى الـ 21 يوم بيبقوا هم في السيفتي زون اللي هو في أمان يعني يعني هل ده قانون كده في جسمنا؟ بيدوهم برامج في مرحلة ما بعد الديتوكس إنه يغير برمكته الداخلية لأ أنا أصد بس هو رقم الـ 21 ده صح كده؟ إنه ده بيقولك إن بعد 21 يوم بتصبح عادة أي حاجة تكرريها كل يوم بوقت معانة أو بطريقة معانة دي قعدة عامة لمدة 21 يوم بيصبح سلوك يحدث سلقائن يعني بتبقي ببرمجتي عليها إيسي على ده أي حاجة سواء بتكتسبي عادة أو بتتخلصي من عادة بالمناسبة آه أوكي طب أنا أطلع الورقة كل يوم وأقراها ولا هي كفاية إنها في جيبي الـ 21 يوم؟ ده أنا مش عايزها في جيبك أنا عايزها قدامك كده جنب السرير أحطها كده زي ستيك نوت أقراها كل يوم قبل منام أو بص فيها قبل منام كل يوم قبل منام تمام بس لازم كل يوم يعني لو في يوم عدى مني لازم أعيد الـ 21 يوم تاني من الأول ده بقى تحديد الهدف أنا كيف أحدد هدف لي إن أنا ببرمج عقلي ببرمج عقلي الباطل بالضبط كده